تاني شوية تاني فريلا نفسه عطرف بأخطاء في التغييرات انت شفت الأخطاء ديت أثناء المباراة ولا كنت شافها فيها أخطاء واضحة لأ كان فيه أخطاء يعني أنا النهاردة سيف الدين الجزيرة ما يطلعش طيب أنا حتى سيبك من أنه هو عطرف أو أنه هو اتكلم أو ما هو عطرف فإحنا كلنا نقول كده لأ مش هي دي مش هي دي المبدأ أنت النهاردة إحنا فرقتين صح في فرقة متفوقة على فرقة بنسبة مثلا استحواز وفرص بنسبة 80-90% صح؟ طيب المفروض من اللي يغير؟ الأهلي بس ده بساطة أنا بشرح لك ليه؟ عشان الناس ممكن تقولي ما هو الراجل اعترف لا هي مش قصة اعتراف هو دي حقيقة وكويس أنه هو اعترف بالخطأ اللي هو عمل أنا النهاردة لما يكون عندي 11 واحد متفوقين تفوق كبير جدا وهم المسكين الجين بشكل كويس فأنا مش مطالب أن أنا غير أنا ما بعملش التغيير لمجرد تغيير إلا في وقت معين يعني أنت النهاردة غيرت سيف الدين الجزيري في بداية الشوت الثاني في أول عشر دقايق أو سبع دقايق طب ليه؟ ما أنت لسه كويس حتى في بداية المباراة في الديئة الثالثة أو الرابعة من الشوت الثاني أنت نضيع واحدة سهلة جدا لمن؟ لسيف الدين الجزيري صح؟ وكان بيهدد خط الدفاع بتاع النادي الأهلي فأنت النهاردة كنت تسحبه من الملعب فأنت بتدي إحاء للنادي الأهلي أن أنت لأ ممكن ترجع تاني ممكن تستحوذ علي بس اللي نفعه شوية أن هو قفل الجزء بتاع نص الملعب بشكل كويس فما بقاش فيه خطورة للنادي الأهلي لكن لو النادي الأهلي كان استغل الحتة دي وعمل خطورة وكان في حالته كان ممكن هنا تسبب له مشاكل إيجابية داخل الملعب مشاكل كبيرة كبيرا طبعا